اصول الدين وحدة واحدة اذا واحد لم يعتقد باصلا من اصول الدين فهذا ايمانه غير مقبول يعني اذا واحد يعتقد بالتوحيد لكن لا يعتقد بالنبوة هذا توحيده لا ينفعه اذا واحد يعتقد بالتوحيد ويعتقد بالنبوة لكن لا يعتقد بالمعاد هذا لا ينفعه إذا واحد يعتقد بالإمام أمير المؤمنين لكن لا يعتقد بالإمام الحسن والإمام الحسين هذا يعتقده لا ينفعه هذه وحدة متكاملة لازم الإنسان يؤمن بكل أصول الدين إذا أنكر أصلا من أصول الدين فإيمانه غير مقبول اشتركوا في القناة